مع دخولها يومها المئة أعاد المتظاهرون إحياء الحركة الاحتجاجية فاكتبت ساحات الاحتجاج بألف المطالبين بالإصلاح والإسراع بتكليف شخصية وطنية مستقلة لشغل منصب رئيس الوزراء منددين بذات الوقت بإيران وواشنطن التي شنتا ضربات مؤخرا على الأراضي العراقية ما أثار قلقا من سقوط البلاد في الفوضى مجددا بغداد والناصرية وكربلاء والبصرة وميسان تصدرت مدن الاحتجاجات من حيث عدد المشاركين فيها إذ اتسعت رقعتها في الساحات والشوارع المجاورة واضطر على أثرها الأمن العراقي إلى الاستنفار وتأمين مبالي حكومية تحسبا لأي طارئ لم تخلوا الاحتجاجات من قمع وترهيب للميليشيات المنفلتة للإعلاميين والناشطين ففي البصرة أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال الصحفي والإعلامي أحمد عبدالصمد والمصور صفاء غالي بعد سواعات من تساؤل عبدالصمد عن أسباب عدم اعتقال المتظاهرين ضد السفارة الأمريكية في حين يتعرض المتظاهرون السلميون والمطالبون بحقوقهم المشروعة للقتل والاعتقال والقمع والتنكيل في عموم العراق الآن اعتقالات عشوائية من قبل قوات الصدمة والقوات الأمنية أنا سؤالي معروف وراح أقوله من صارت مظاهرات على الجانب الإيراني شو ما حد اعتقله ومن صارت مظاهرات على السفارة الأمريكية ما حد انضرب ليش الآن بدأت الاعتقالات وليش نحن عدة شهداء عرفت من الطرف الثالث وجاء الرد على تساؤل عبد الصمد برصاصات في الرأس كما يظهر مقطع فيديو للشهيد وهو مدرج بدمه متظاهروا ساحة التحرير ردوا على بيان صالح محمد العراقي والمقرب من زعيم التيار الصدرية سيد مقتد الصدر الذي قال بأن التظاهرات بدأ وعيها ينحرف عن جادة الصواب ملمحا إلى مجموعة من الهتافات ردوا بأنهم أبناء المرجعية وليسوا ضدها محاج وصل صوتنا لقربنا دورة نفسي دورة من غير المساء احنا ولد المرجعية ننبذر احنا الطائفية مدورة احنا ولد المرجعية ننبذر احنا الطائفية محللون قالوا ان التظاهرات حققت ما فشلت في تحقيقه حكومات ما بعد عام 2003 اذ تمكن المتظاهرون واغلبيتهم من موليد تسعينيات القرن الماضي من نحر الافكار الطائفية والتوحد ضمن الهوية الوطنية فضلا عن فرض الرأي الشعبي على قادة الأحزاب الحاكمة وهو الأمر الذي لم يحدث منذ زمن احنا ولد المرجعية وقابلين على القضية